بكل تأكيد أسألك على بطولة اليورو ورأيك فيما يقدم من مباريات هل هي منافسات قوية في بطولة اليورو هذا العام أم منافسات ضعيفة أعتقد أنها على غير العادة بشكل غير متوقع بعض المنتخبات أدت بشكل رائع ما رأينا من ألمانيا على سبيل المثال ولكن المفاجآت كانت من إنجلترا هولندا كانوا جيدين أحيانا وسيئين في أحيان أخرى ولكن بعض المنتخبات أظهرت كرة القدم كما يجب أن تلعب فبالتالي أعتقد أنها كانت بطولة تحظى باللحظات المثيرة ولكن ككل بعض الأسماء الكبيرة كانت مخيبة للأمال في هذه النسخة أعتقد المنتخب الإنجليزي بالنسبة لجمهير كرة القدم في العالم أيضا قدم أداء مخيب للأمال نظرا للقوام الأساسي للفريق أو تشكيلة الفريق بشكل عام أو قوامة الفريق بشكل عام قائمة من أفضل اللاعبين في العالم ولكن لا نشاهد إنجلترا بحجم لعبيها أعتقد أنه كان أداء مريعا كان أداء سيئا ولكن وأعتقد أن هذه الكلمة معبرة ولكن ما حققوا هو الأهم هو بسبب التشجيع وبسبب دعم الجمهور كان لديهم القدرة أن يحظوا بالنتائج أن يفوزوا وفي نهاية اليوم الجماهير تعود سعيدة بالنتائج الأداء ليس الأهم في مثل هذه البطولات ربما تكون محظوظة أن تفوز والشاء الذي يمكن أن تقوله أن إنجلترا استطاعت أن تحقق هذه النتائج وتتأهل بالفعل للجولة القادمة لدينا أيضا لدينا أسماء كبيرة في إنجلترا لدينا جود بيلينغام قد حقق أحرص هدف التعادل في الدقيقة الأخيرة ودينا أيضا أسماء كبيرة كهاريكين فبالتالي ما حققوا حتى الآن بهذه الأسماء قد استطاعوا بالفعل أن يتعادلوا أو يفوزوا بالمباراة في نهاية المطاف تتحدث عن لاعبين كبار في المنتخب الإنجليزي أو لم تتحدث عن المدير الفني ساوسجاد هل ساوسجاد أقل من تدريب المنتخب الإنجليزي؟ جاريث ساوسجايت هو لم يرقى لأن يكون من أفضل المداربين في العالم ربما صعد الانهائيات ربما يصعد لقبل انهاء كاس العالم لانهاء اليورو السابق ولكن هو ولكنه دائما يصبت في فاخ التعادل هو ليس هو رأينا بعض المدربين الكبار بمنتخبات أقل ولكنهم يفوزوا فساوسجايت هو لم يرقى لهذا المستوى بعد ولم يتطلع أيضا لأن يقال عنه ذلك هو فقط يريد هو فقط يريد بعض الحظ هو يحظى بهذا الحظ في هذه النسخة هو استطيع أن يجمع رباط الفريق جيدا في هذه البطولة ولكن قدراته كمدرب لا يرقى لأن يكون من الأفضل في العالم